تتحسس الفصائل الإسلامية المرابطة رأسها في جسر الشغور غرب إدلب ومحيط محور لكبانا بريف اللذقية فهيئة تحرير الشام قررت تفريغ المنطقة من عناصرها والحجة محاربة الجماعات التكفيرية يبدو التركيز الأكبر على تنظيم جند الله الذي تتهمه الهيئة بضم عناصر سابقين من تنظيم داعش مصادر الهيئة ذكرت أن عناصرها سيطرت على عدة نقاط قرب قريتي اليمضية والزيتون بجبل التركمان بعد انسحاب جند الله من عدة تلال هناك تم تحرير تلة أبو عارف والسيطر عليها بعد الصعصان طويل من مجموعات المفسدين من مجموعات أبي ذر الأذري وتم السيطر على معبر اليمضية كذلك الأمر بفضل الله عز وجل قتل وجرح سقطوا من الطرفين في معارك دارت بينهما في جسر الشغور ومحيطها تنظيم جند الله أسسه الجهادي أبو فاطمة التركي عام 2015 في إدلب قتل التركي قبل ثلاث سنوات بغارة للتحالف الدولي خلفه في زعامة تنظيم أبو حنيف الأذري ونائبه أبو جابر الأذري أما القائد العسكري العام فهو أبو خليل الأذري أبو أسامى العدني وهو قيدي في هيئة تحرير الشام قال على تليجرام إن عدد عناصر جند الله يتراوح بين مائة وثلاثين إلى مائة وخمسين جلهم أذريون تكفيريون بحسب وصفه هذه الصور لأسرى من عناصر الهيئة سقطوا بيد جند الله مسلم أشيشاني متزاعم تنظيم جند الشام توصل لاتفاقية مع الهيئة قضت بخروجه مع عدد من عناصره من جبال التركمان الهيئة اعتقلت رافضي الانسحاب ومنهم شقيق مسلم الشيشاني موسى الشيشاني أثناء محاولته الخروج باتجاه الأراضي التركية هيئة تحرير الشام قالت في بيان إن السبب الأول للمواجهات العسكرية هو أن هذه المجموعات تؤوي مجرمين ومطلوبين وضالعين في قضايا أمنية مناهضو تحرير الشام وبعضهم منظرون سلفيون يتهمون الجولاني بالتحضير لتسليم المنطقة للنظام مستذكرين ما فعله من سحب السلاح الثقيل من يد الثوار قبل سيطرة النظام على ريفي حماس شمال والغربي وريف إدلب الجنوبي وكذلك قضاؤه على حركة نور الدين زنكي قبل سيطرة ميليشيات أسد على ريف حلب الغربي تجمع كبرى كتل المهاجرين في الساحة الشامية أصدر بيانا مشتركا لأحد عشر فصيلا دعا من وصفهم بالمهاجرين والأنصار إلى وحدة الكلمة عسكريا والصبر والمضي مع السواد الأعظم وجمهور المجاهدين من أهل البلد لمواجهة التحديات القادمة والمحيطة بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر